بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سوف نتكلم عن الحيوانات المفترسة تسمى ايضا باكلة اللحوم وهي الحيوانات التي تتخذ من مطاردة الحيوانات وافتراسها السلوب للتقذية وخاصة على تلك التي تكون اقل قوة وحجما واعتبر القتال منهجا لا يمكننا التخلي عنه ومن ابرز انواع الحيوانات المفترسة الدببة والاسود والذئاب وبالرغم من ان الضباعة تعد من الحيوانات المفترسة الا انها لا تتخذ الا على دثة الحيوان او بقايا الدثة التي خلفتها الحيوانات المفترسة الاخرى ويطلق على هذه الحيوانات اسم جيفة الحيوانات عرف علماء البياء خاصية الافتراس بانها يبال عن تفاعل بيولوجي يحدث بين اثنين من الكائنات الحية يكون احدهما ضحية والاخر مفترس اذ يقتل الاخير الضحية ويتقد منه قوة له تغذية الحيوانات المفترسة تبقى الحيوانات المفترسة المترصدة للحيوانات الاليفة لتفترسها وتتخذ منها وجبة يومية لها كما انها من الممكن ان يتعدى ذلك الى ان تفترس الحيوانات المفترسة بعضها البعض وهذا ما يسمى بصرع البقاء وتنتشر الحيوانات في مختلف انحاء العالم وخاصة المناطق الصحراوية والمناطق القطبية الباردة وقمم الجبال والمهيطات تعتمد الحيوانات المفترسة على بعض الاساليب القتالية في الدفاع عن النفس ومنها المخالب الحادة والانياب والاسنان الحادة وهي ذاتها التي تستخدمها في افتراس الحيوانات والصيادها كما تعتمد على ما تمتلكهم من حواس قوية للوصول الى فريسة وهي الشم والنظر والسمع وتصنف الحيوانات المفترسة من الحيوانات الذكية لنظرا لما تتبعه من اساليب كالتمويه او التربص لصيد الفريسة سيعتبر بعض الحيوانات المفترسة انتهازية نظر لانتهازها اي فرصة لاكل اي شيء يقترب منها وقتله وتكون الفريسة في كل الاحوال غير قادرة على الهروب من الحيوانات المفترسة النوع الحيوانات المفترسة الاسد هو احد الحيوانات الضخمة التي تنتمي لفصيلة السنوريات ويطلق على صغيرها اسم الشبل وعلى انثها اسم الأبوة ويلقب بملك الغابة كونه الحيوان الأقوى في الغابة يعتبر الاسد الاسيوي منتشر في تركيا والهند والقوقاز واليمن ومن سلالته سلالة الكهوف وسلالة الرجاء الصالح والاسد الأمريكي النمر ينتشر في مناطق الشمالية في قارة أفريقيا والمناطق الجنوبية من الصعراء الكورى الأفريقية والهند والصين وهو من الحيوانات المخيفة جداً ويصل وزنه إلى أكثر من 90 كيلو جرام وطوله يصل إلى 215 سنتيمتر التمساح يصنف التمساح من الزواحف هو من أكثرها يصل وزنه إلى أكثر من 320 كيلو جرام تقريباً ويعتبر التمساح النيل من أكثر أنواع التماسيخ خطورة إذ يصل طوله إلى نحو 6 أمتار وبحجم يصل إلى 730 كيلو جرام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته